فعل الله في الأمة فعل الله الذي مش قادر أنساها هو بيقولها لي فعل الله أنك أنت تبقى عايش في الدنيا عارف أن ما فيش حد بيقول أي حاجة إلا وفيها رسالة من ربنا ليك ما فيش مصيبة أو نعمة أو طاعة أو معصية إلا وفيها معنى ربنا أرادوا أن يوصله لك أصلا أن حضرتك يكون عندك الفهم ده ده أصلا من أعظم المقامات في القرب من الله عز وجل اسمه مقام الإحسان أعلى حاجة النبي يتكلم عنها قال أن تعبد الله كأنك تراه فإلا تكن تراه فإنه يراك فأنت ماشي كأنك تراه ماشي عمال تشوف رسائل ربنا ليك في الكون في كلام كل واحد وفي مصيحة كل واحد وفي كل قرش بيجي لك بتقول ده ربنا اللي بعته لي فالعقيدة الحلوة دي إذا كان أصلا أنا عايز أوصلها فالمعلومة دي عندي ده مقام عالي فعلشان حضرتك عندك المعلومة بس عايزة بقى تطبقيها أنا أقول لك حاجتين يساعدك الحاجة الأولية الذكري كتير لما الواحد دايما بيبقى الله في ذهنه دايما بالذكر لأن الله دايما ذكر ربنا في لسانه دايما بيبقى قلبه مستحضر لربنا عز وجل يعني بقدر الإمكان فالذكر الكتير بيخلي الإنسان لما تحصل حاجة يحس أن ربنا اللي عملها له جنب الذكر غض البصر عارف؟ هقول لك كلام بابن القيم بس بالمعنى العين زي الكاميرا تلقط الصورة وتعلقها على القلب فالإنسان لما بيبص لحاجات غلط صور الحاجات الغلط التعلق في القلب فالقلب بيتحشي بحاجات غير ربنا عز وجل عكس لما الإنسان يتدبر يتفكر في نعم ربنا فيبص للكون نظرة التعظيم بسبب أن دي مخلوقات ربنا فقلبه يتحشي معظمة ربنا فلما الإنسان بيبص على الحرام كتير قلبه بيتحشي بحاجات تباده عن ربنا فقلبه يعني يتحجب عن رؤية الله عز وجل فدي حاجات غير ربنا اللي سمها العلماء الأغيار أغيار يعني حاجات غير ربنا فقال لك فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعاني والأسرار يقول لك بقى سر حكمته من كل أفعاله وصلوا على سيد المحبين والمحبوبين شكرا على الفصل إن شاء الله